موسيقى لكن خلينا أبتدى بالنسبة لليهود يعني بحسب الشريعة كان عندهم يوم واحد اللي هو فيه صوم اللي هو بسموه يوم الكفارة كان يصوموا من الصباح إلى المساء بدون أكل وبدون أي شرب والكتاب يقول ليذللوا طبعا نفوسهم الفرسيين في أيام المسيح كانوا يصوموا يوم الاثنين ويوم الخميس في موعيد الصوق يعني فلكن فيه أصوام كثيرة لكن مش بيحكيها طبعا إجبارا لأنه الكتاب يقول ومتى صمتم هذه الأصوام اللي في الكتاب المقدس دايما بتشوف إلها مرجعية واحدة إنه دايما يعني بيذلل نفسه حتى يعني يكون في محضر الله وحتى فعلا يكون في حالة توبي ويكون أيضا في حالة صلاة هذه إنواع صلاة اللي كان بمرسوها في أيام المسيح شو المشكلة مش الصوم لأنه الرب يسوع صام أربعين يوم المشكلة أحبائي في كيفية أو طريقة الصوم أو في دوافع الصوم لاحظ الكلام ومتى صمتم يعني الرب بيتوقع إنه نصوم وحتى هو تكلم إنه لما العريس يرفع بيتكلم عن نفسه سعتها ممكن تصوم لكن الفكرة من الصوم مش عم بيحكيك إجبارا لكن أنت بتصوم من دوافع محبة أو في شيء معين على قلبك هذا الصوم اللي بيتكلم ومتى صمتم صوم اختياري طبعا سواء كان فرديا أمام الرب في عندك مثلا طلبة معينة من أجل بيتك من أجل ولادك من أجل ظروفك ومرات بيكون الصوم هو عبارة عن حرب روحية هذا النوع لا يخرج إلا بالصوم والصلاة أو أحيانا بيكون يعني صوم كنسة الكنيسة عم بتصوم كلياتها من أجل مثلا افتقاد إلهي لبلدنا أو لموضوع معين الصوم اللي بيتكلم عنه يسوع يعني هو الدافع من جوه زي ما بيتكلم عن دوافع الصلاة بيتكلم عن دوافع الصدقة والعطاء كمان بيتكلم عن دوافع الصوم أنا ليش بصوم؟ شو الهدف من الصيام تبعي؟ هل أنا بصوم حتى الناس تشوفني؟ ولا أنا بصوم لأنه فعلا في محبة خاصة وشغف خاص مولع في حب الرب؟ ابقوا معي سأواصل حديثة بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة